طيب لايك وشير وصلي على الزين لازالة المسؤولين في الناد الزمالك يتحدثون عن صفقة القرن بارح شايف أمين السندوق سيدس طريق جبريل بيتكلم على أن عبد الله ساعد صفقة القرن وقريبة من الناد الزمالك والحكاية والرواية ما بتخلصهاش له انتوا بقالكم شهر بتكلموا في صفقة القرن ومحدش قبالكم محدش داخل قبال الناد الزمالك على المنافسة على عبد الله السعيد ما تروح يا عمي تقعد وتدفع الفلوس وكلام الشكل ده وتخلص عاوز تجيبها في صفقة مبادلة الناس في برامن سيقال لك عبد الله السعيد يبقى مقابله أشرب بن شرق أحمد أيمن منصور مقابله عبد الغاني فتوح مقابله هم ما عايزين اسمه ده نبيل دونجة مقابل بتاعه أحمد فتوح ده اللي قالوا يعني ده اللي عايزة تدول وعايزة تدول طيب خلاص وأشرب بن شرق باقي فيه سنة لو انت شايف أن أشرب بن شرق يرحل ويجي عبد الله السعيد وتشوف أن ده صفقة رباحة بالنسبة لك خلاص نفذ من اللي منعك من اللي منعك محدش منعك محدش منعك فالفكرة كل شوية الزمالكوية بقالهم شهر مسؤولين الزمالك يقول لك عبد الله السعيد في الزمالك أنا أظن أن هذا القمر سيتم سيتم على غرار الصورة الشهيرة بس في الصورة حتى كنوقع عقده ومضى وقبض 40 مليون دلوقتي احنا عملنا قضية كلام ما تنهي يا عم الصفقة وتقعد ده برامت زي طلعت بيان قيت لك لا مفيش مفاوضة رغم أن أنا عارف أن فيه مفاوضة فاعد وخلص صفقتا اععد وانهي إجراءاتا اععد وخلاص الموضوع يبقى خلص والأمر انتهى لكن كل شوية ناس عمان تتكلم عن صفقة القرن وكأنها يعني صفقة القرن اللي عيب عنه 36 سنة يعني كان صفقة القرن هو 33 سنة وصفقة القرن هو 36 سنة طب لما جينا دي الأهلي من 11 سنة بقى ولا 12 سنة كان ايه يعني لما جينا دي الأهلي وهو عنده 24 سنة وعمل وساهم في الانتصارات والبطولات للناد الأهلي وواحد من أمهر اللاعبين ومن أفضل صناع اللاعب ده فيه كورة هو كان بيعملها بالمقاس دايما لصلاح وقفش سددها بشكل مباشر كان صلاح لوحده يعني لعبها بليس كده من وراه كانت تكسر صلاح يبقى هو وجون يقطع الشبك لكن الكلام الكتير من ناس زمالك هذا الموسم مفيش صفقات عليها صراعة بين الآل والزمان بالعكس كل واحد سايب التاني ياخده اللي هو عاوز وابراهيم عادل برامد زئال قولا قاطعا للمسؤولين في نادي الزمالك لا مش هنبيع ابراهيم عادل ابراهيم عادل مش للبيع ومش للتفاو مش للبيع ومش للتفاو فالناس عم يتكلم كل شوية يقول لك صفقة القارن صفقة القارن صفقة القارن يا عمان ما تخلص صفقة القارن ده أنا بسمع كلام الأستاذ صديقي العزيز عمري الدرديري مع الكابتن سيف زاهر بقى عمد ضحك اسبوع اللي فقط قال لك لا مش عاوزينه وعندنا ناس كويسة والزمالك لأتفاوض عليه لما طلع رئيس النادي حسين بيل ابيب وقال لأ بنتفاوض عليه مبارح بقال لك ده صفقة القارن طيب ما تخلص صفقة القارن من اللي حيشك المانع ما تداعي يا لويزة عارفين الجملة دي في النصر صلاح الدين ما تداعي انك انت لحد النهاردة ما بتخلص عبدالله السعيد وبين شرق انت وطلع ما عاوزين عبدالله السعيد قال لك يدينا بن شرق عاوزين احمد احمد منصور قال لك يدينا محمد عبدالغان عاوزين عنابيل احمد دونج قال لك يدينا احمد فتوح اعودوا وخلصوا واتفقوا وانهوا الصفقة وفراحوا جمهور الزمالك بصفقة القارن دمتم في امان الله السلام عليكم